لان طول ما الدولار متوفر في البنوك مش هبقى فيه سوق سودة الناس مش هتبجأ للسوق السودة السوق السودة دي بتنشأ مع كلة المعروض من الدولار فهمتني كده فهو الراجل عاوز يوفر دولارات من كل حتة ويرفع الفايدة في البنوك عشان يمسك الجنيه بشكل كبير جدا ولما ينزلك ينزلك بمستوى اللي حتيجي تقولي طب معنى كده ان فيه تعوييم طبعا فيه تعوييم ده طبعا فيه تعوييم وعا فكرة الراجل بيعمل كده عشان يعاويه من الجنيه بشكل كويس لان هو مجبر ان هو يعاويه من الجنيه لان صندوق النقل اتقال ان هو حيراجع حركة играوييم الجنيه اخر ديسمبر مع الحكومة مصرية وخلي فيا صندوق النقل حيراجع معاك كل ستة اشور انت عملت ايه لان الكاردب 3 مليaire دولار ده هو بيراجع معاك كل ستة اشور عاملت اعومت الجنيه طب بقى بكام دلوقتي وهكذا اعومت الجنيه خرجت البضايع من المواني وعملت ايه كل 6 طوشل وبموجب المراجعة دي هيصرف لك الجزء التاني من الكاردة بلات بعثين اللي جايين دول ده مش كاردة عادي تتكلم مراجعة نصف سنوية